اشتركوا في القناة احسن منك ولا اذكى منك في هذا المجال اللي النجح في هذا المجال هو مش احسن ولا اذكى منك والشباب اللي صبرت وكملت ومشت معنا في الكورسات والدرجة الان الحمد لله رب العالمين هم بلعبوا بالكود لعب وذا قارنوا حالهم في بداياتهم كانوا في قمة التعقد من هذا المجال وشافوا الاسلوب في التدرج السليم بالخطة اللي احنا وضعينها في الرودماء بتبعتنا وتقدمهم كان كثير كبير وما زلنا مستمرين وان شاء الله تقطفوا ثمار جهودكم اللي بذلتوها وربنا ما بضيع تعب انسان باذن الله واحنا دائما هدفنا من هذه المنصة تمام وهدفنا من هذه القناة هو احداث ثورة في تعلم البرمجة في الوطن العربي وتعليمها على اساسيات صحيحة وسليمة وبطرق صحيحة وسليمة لنخرط جيل واعي من المبرمجين وجيل قوي نتحدى فيه احسن المبرمجين في العالم لانه الاجانب هم مش افضل منك مطلقا بهذا المجال انت بتقدر تبدأ اكثر منهم ما اليك اي حجة بعد اليوم انك تفشل في هذا المجال وما تكون انسان مميز بهذا المجال وانا مسؤول عن كلامي باذن الله رب العالمين وراح تشوفوا مجرد انتهاءنا من خارط الطريق ونبلش في مواضيع التخصصات وهذه الامور راح نخرج اجيال من المبرمجين نتحدى فيهم مبرمجين اجانب باذن الله لانهم مش احسن منا وانت بتقدر تتعلم وما في اشي ناقصك وكل شي موجود عندك واحنا زي ما انتم عارفين احنا بلشنا ان اصلنا سنوات بهذه القناة مننصح الناس وقلبنا عليهم من التشتت والضياع وكثير ناس كانوا من المتابعين اللي موجودين عنا بالقناة كانوا سالكين طرق مختصرة في تعلم البرمجة ادت الى انهم هم ضيعوا سنوات على نفسهم وظلوا يلفوا حوالي حالهم والحمد لله هاي هم الان في كورسات متقدمة عم بعشقوا اشي اسموا برمجة لانه اكتشفوا ان البرمجة هي سهلة جدا 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 والعيب مش بالطالب نهائيا التقصير هو في اساليب تدريس هذه المهنة والتدرج في تدريس هذه المهنة واحنا الحمد لله اثبتنا هذا الشيء ومستمرين وان شاء الله لتحدى الجميع بهذا الموضوع احنا بعدين نزلنا بداية السنة الماضية كنت ارزلكم كورسي بلس بلس تمام قررت ارزلكم اربع كورسات اربع كورسات هم موجودين الان على اليوتيوب مدتهم تقريبا ست شهور بتقدر تبلش فيهم من الصفر وتوصل تأسس حالك صح ووقتها بتفهم ليش انه البرمجة مش ممكن تتعلمها بأربع شهور بتفهم ليش هذه المهنة بتحتاج لوقت تمام بعد هيك انشأنا منصة قررت ان اكمل معكم في هذا المسار لانه الاف الناس حياتها عم تتغير واكثر شي حققته في حياتي وانا مبسوط عليه بفضل رب العالمين مش الشركات اللي انا اسستها ولا الملايين اللي حققناها بحياتنا ولا شي الاشي اللي انا فرحان عليه هو بحمد الله رب العالمين ربنا جعلني سبب بعد فضل رب العالمين لتغيير حياة الاف وآلاف الناس في معظم الدول العربية وحتى ناس بتدرس في ألمانيا وفي أوروبا وفي بريطانيا متابعين وعم بشوفوا الفرق باساليب التدريس لما بشوف حدا نجح كأني انا انجحت بكرة بستكبروا بتفهموا شو يعني لذة العطاء هي ألذ من لذة الاخ تمام هذا اللي انا بدأ اوصل له انا بدأ اخلق ثورة في تعلم البرمجة في الوطن العربي بالطريقة الصحيحة والحمد الله رب العالمين في أساتذة أفاضل على الإنترنت انهم طنوات مشهورة وهم محترمين وانا اكن لهم كل الاحترام بلشوا ينهجوا نهجنا في هذا الموضوع ويعطوا أهمية للأساس وهذا يثلص صدري أنا شخصيا لأنه التأثير الإيجابي اللي احنا من أثره على الدول العربية هذا الحمد لله رب العالمين أجره على رب العالمين أولا وأخيرا احنا لما نزلنا المنصة الكورسات اللي موجودة فيها هي بأسعار رمزية جدا 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 كل كورس بيسوأ ألاف الدولارات من ناحية العلم اللي بتاخدوا منه والمعرفة والخبرة والتطبيق لأنه بيختصر عليك مراحل وسنوات من التشتد والضياع بحياتك ويعطيك خبرة من قلب سوق العمل نحن نزلنا الكورسات بأسعار رمزية جدا جدا كل كورس كان قيمته عشرين دولار وفوق هذا الشيء نحن نزلنا كوبونات دعم كبيرة جدا على المنصة يعني انت تستطيع تشتري الكورس من الكورس الخامس وطالع تستطيع تشتري الكورس إذا ما تستطيع تدفعه عشرين دولار تستطيع تدفع خمسة، تستطيع تدفع عشر، تستطيع تدفع خمسة واللي ما بقدر إحنا من ندعمه، إحنا دعمنا آلاف الناس مجانا هدفنا مش ربحي من هذه المنصة، هدفنا إحداث ثورة في عالم البرمجة وتعليمها على أصولها في العالم العربي واليوم نحب أحكي لكم أنه إن شاء الله رح نوزع عشر لابتوبس هدية دعما للطلاب المحتاجين اللي لسه قاعدين ببرمج وعلى الموبايل ومتابعيننا تفاصيل العشر لابتوبس وكيف رح نحصل عليهم وكيف رح يتم السحب عليهم بإذن الله رح تكون في صندوق الوصف لهذا الفيديو اللي بدأ أحكي للناس اللي بتتابع هذا الفيديو لسه مش مشتركين معنا في القناة ومش مش مشتركين معنا في المنصة بكفيك تشتت تعال اشترك وامشي معنا وإحنا مندعم الجميع وإن شاء الله رح تدعيننا بالخير ورح توصل بأسرع وقت ممكن بالوقت المعقول لتعلم الشيء بالوقت اللي لازم تعطيه لهذه المهنة العظيمة مهنة البرمجة هي مهنة عظيمة لازم تعطيها حقها ووقتها وكل واحد بيستثقل الوقت بالتأسيس يعرف إنه الأيام بتمر هاينا مبارح بلشنا واليوم مرت السنة بلمح البصر والأيام رح تمر فقرارك اليوم في إيدك ما تضلك واقف مكانك خلي 2023 هي سنة تغيير في حياتك وامشي غمض عين فتح عين بتشوف حالك من أحسن المبرمجين بإذن الله تعالى وأنا مصر على خلق جيل واعي من المبرمجين إله ثقله في الوطن العربي لأنه زي ما حكيت لكم أنا أؤمن إنه أنت تستطيع واللي بمنعك هو أساليب التدريس والتدرج فقط الناس اللي مشرطة تكون أنت مسجل بجامعة أو بهذا التخصص ممكن تحول من كرير ثاني ممكن أن تكون أنت ما عندك قدرة أنك تدخل الجامعة تقدر تتابعنا بس إذا عندك قدرة أنك تدخل الجامعة أو تدخل الجامعة لأنه شهادة إلها أهميتها إحنا مندعمكم بكل ما أطينا من قوة وإن شاء الله رح نظل مستمرين بالدعم وإن شاء الله هذه القناة رح تصير المرجع الأول في الوطن العربي في تعلم البرمجة وإن شاء الله نوصل لهذا الهدف ونحققه سوية وإنتو عليكم مسؤولية الناس اللي تعلمت معي وصارت في مراحل متقدمة عليك مسؤولية أنك تواعي الناس للطريق الصحيح وتساعد الناس لأنه ربنا يبارك برزقك وبمالك وبعلمك وبتوصل أعلى المراتب الرزق ليس فقط راتب تأخذه الرزق هو كيف تستطيع تساعد الناس وكل ما ساعدت الناس ربنا بوفقك وبرزقك من حيث لا تحتسب ويعطيكم ألف عافية وكل عام وإنتو بخير تفاصيل العشرة لابتوبس وكيف تحصل عليهم موجودين في صندوق الوصف تحت بهذا الفيديو وكل واحد مش مقتنع بمنهجيتنا رح أحط رابط للفيدباك تبع الطلاب برحلتهم بمسار رحلتهم بالتعلم معنا وكيف كانوا وكيف صاروا وكل هذه التعليقات هي نابعة من قلوبهم ما حدا بجامل نهائيا هذا الاشي اللي هم بشعروا هذا المستوى اللي هم شعرين فيه وإن شاء الله إحنا مكملين الآخر وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر